بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين يا ربكم بخير معكم مستر احمد نادا والنهاردة ان شاء الله مكملين مع بعض لسه ده يا شباب كان بيتكلم عن ايه فاكرين كان بيتكلم عن يعني المبادئ الاساسية للوراثة والنهاردة ان شاء الله اخر حلقة واخر حلقة دوت هنغطي فيها الجزء الخاص بالDNA اللي هو الحمض النووي وطبعا بمجرد ما نخلص الجزء الخامس ده هيبقى كلها خلصت اتمنى كنوا قدرتوا تفهموا مني الشرح بتاع الحلقات اللي فاتت وكمان تقدروا تفهموا مني شرح الحلقات اللي جاي ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة حلقة النهاردة يا شباب هتتكلم عن اللي هو التركيب الكيميائي للحمض النووي فاكرين اخدنا امتا يا شباب اخدنا في الفرست ترم في الترم الاولاني هفكركم بيه تاني اتكلمنا الترم الاولاني ان السيل نيوكياس النواية بتاعة الخلية كونتينز كرموسومز جواها كرموسومز and each كرموسوم وكان كل كرموسوم كونستس اف تو كرماتايتز بيتكون من اتنين كرماتايتز اللي هم الخطين اللي على شكل حرف اكس او على شكل الكروس صح كده وان الكرموسومز دي كيميكالي كونستس اف كانت كيميائيا بتتكون من نيوكليك اسد اللي هو dna الحمض النووي combined with protein متحد مع البروتين يعني dna وبروتين اللي اتنين دول كانوا بيكونوا الكرموسومز وان dna كارث the hereditary او genetic traits هو اللي كان بيحمل الصبات الوراثية بتاعة بتاعة الكائن الحي صح كده قال لي you have studied in the previous lesson وكمان درست في الحلقة اللي فاتت او في اللي سن اللي فات ال hereditary traits الصفات الوراثية from the parent is ازاي بتتنقل او بتحصلها transmission من ال parent to of spring للابناء through hereditary factors من خلال العوامل الوراثية known as اللي سميناها الجينز الجينات صح كده كل الكلام ده المفروض ان احنا عارفينه طيب قال لي ده شكل كده ال dna لو احنا فتحنا السل هنبص على ال newclius لو بصينا جوا ال newclius هنلاقي ان فيها حاجة اسمها كرموسومز واني الكرموسومز دي تتكون من two chromatides خطين من الكرماتايد هه مرتبطين عند نقطة معينة اسمها centromere صح كده واني دي الكرموسوم دوت بيتكون من dna binds with protein بيتكون من حمض نووي مرتبط لبروتين صح كده طيب قال لي ان scientists have found that العلماء لقوا او اكتشفوا ان nucleic acid الحمض النووي اللي هو dna consists of small parts بيتكون من اجزاء صغيرة اسمها الجينز الجينات يعني الكرموسوم دوت كل جزء موجود هنا في الكرموسوم بيحمل جين من الجينات مثلا جين اي جين بي الجين المسؤول عن لون الشعر لون الجلد لون العين شكل المناخير مثلا عدد صابعك كل الجينات دي متحملة على dna او موجودة على dna اتفقنا قال لي so genes can be defined as عشان كده نقدر نعرف الجينات على انها they are parts of dna هي اجزاء من dna present on chromosomes موجودة على الكرموسوم and they have and they are responsible for ومسؤولة عن الابيرنس of individual zhereditary treats عن ظهور الصفات الوراثية للفرد صعبة؟ جميل جدا قال لي كمان خد بالك الجين is consist of small blocks الجينات بتتكون لسه من بلوكات او وحدات اصغر منها اللي هي ال consuctive units اللي بتسمى nucleotides nucleotides يعني الجينات اللي هي موجودة جوه الكرموسومز اللي موجودة جوه دي ان ايه ها لسه الجينات دي في اجزاء اصغر منها اسمها nucleotides عشان لو جات لك في ال complete قال لي طب تعالى نعمل كده summarization نلخص الجزء اللي فات دوت اتفقنا ان nucleic acid الو dna اه بيتكون من جينز وان الجينز بتتكون من nucleotides صح كده طب هي فين nucleic acid موجودة على الكرموسوم طب هو الكرموسوم فين موجود داخل نيوكلياس بتاعت السل داخل النواة بتاعت الخلية خليك حافز السيكوانس ده الترتيب ده عشان ما تطلغ بطش طيب مين اللي حط الموضل بتاعت دي ان ايه واتسون اند كريك تو ساينتست عالمين واحد اسموا واحد اسموا كريك هما الاتنين دول اللي حطوا موديل للكمبوزيشن of dna molecule تركيبه الماليكل بتاع دي ان ايه حطوا نموذج ليه تمام كده قال لي ان الساينتست اللي هما واتسون اند كريك we're able to make a model كانوا قادرين علي ان هما يعملوا موديل نموذج لل dna molecule طب كان شكله ايه ولا عامل ازاي قال ان dna molecule is composed of two strands بيتكون من two strands ازاي خطين كده ملفوفين حوالين بعض like spiral ladder شبه السلم الحلزوني زي اللي انتو شفتوه في الصورة اللي فاتت دي خدتوا بالكم منها طيب وبعدين قال لي called double helix بيسمى double helix shape double helix shape اتفقنا وده كل اللي عايزك تعرفه عن الموديل بتاع dna النموذج اللي اتعمل dna واسم two scientists العالمين اللي عملوا النموذج ده خلاص قال لي how do genes perform their functions ازاي الجينات عملت الوظيفة بتاعتها او بتقوم بالوظيفة بتاعتها جي بقى two scientists تانيين عالمين تانيين اللي هو بدل وتتم اللي اتنين دول who won noble prize فازوا بجهزة نوبل اه سنة كام 1958 سنة 1958 لان هما اكتشفوا الطريقة اللي الجين بيتحكم بيها في ظهور الصفات طب الطريقة دي كانت بتعمل ازاي يعني بتشتغل ازاي الجين ده قال لي every gene كل gene gives special enzyme بيعطي انزيم معين this enzyme responsible for occurrence of chemical reaction وكل انزيم مسؤول عن انه يعمل chemical reaction معين تفاعل كميائي معين H chemical reaction وكل chemical reaction resulting in protein هينتج عنه protein يعني كل تفاعل كميائي هيحصل هيطلع بروتين والبروتين ده chose specific hereditary treat هو اللي بيظهر صفة وراثية معينة اتفقنا كده يبقى تاني ازاي الجين بيقوم بدوره كل جين بيديني انزيم الانزيم هيعمل chemical reaction ال chemical reaction هيطلع بروتين البروتين هيظهر لي hereditary treat الصفة الوراثية المخصوصة دي او اي نوع من الصفات الوراثية تمام كده يا شباب فاهميني حد الوقتي جميل بيقولي we can summarize the previous explanation ممكن نلخص الشرح اللي فات دوت في الجزئية دي ال gene give enzyme الانزيم responsible for chemical reaction ال chemical reaction resulting protein هينتج بروتين البروتين showing specific hereditary treat صعبة اهم متلخصين تاني اهم ال steps اهي تمام طيب بيقولك so the function of genes can be concluded as full عشان كده احنا نقدرنا نلخص الوظائف لعات الجينات او نستنتج وظائف الجينات كالتالي they control the body growth features and function بيتحكم في نمو الجسم ما لمحه ويهي الوظائف اللي بيقوم بيها they are responsible for the appearance of hereditary traits هو المسؤول عن ظهور الصفات الوراثية زي hair color لون الشعر eye color لون الليين and so on وهكذا كل الصفات الايه التانية طيب في هنا سؤال يا شباب بيقول لي ايه explain اشرح لي mechanism of action of gene يعني طريقة عمل الجين يعني الجين بيشتغل ازاي او how do genes control appearance of genetic traits ازاي الجين بيتحكم في ظهور الصفات الوراثية هنشرح له الكلام اللي احنا عناه من شوية ان every gene give special enzyme وان كل enzyme بيعمل chemical reaction وان كل chemical reaction هينتج بروتين وان البروتين ده هو المسؤول عن ايه ظهور specific hereditary traits صفة وراثية معينة صعب يا شباب لحد دلوقتي المفروض ان الكلام سهل والدنيا لذيذة في حد عنده اعتراض جميل جدا نكمل قال لي طب تعالى ناخد application كده ونشوف قال لي مثلا لو انت جيت تعمل inheritance توريس retreat of brown eye color يعني لصفة زي لون العين اللي هو اللون البني وده dominant trait وعملت تاني inheritance توريس للبلاك هير color للون الشعر الاسود تمام هيتورس من جيل جيل سواء الصفة دي او الصفة دي ايه اللي هيحصل قال لي when a person inherits from one of his parents the gene responsible for or responsible of the trait of brown eye color ها ايه اللي هيحصل او او trait of black hair color مسؤول عن ظهور الصفة بتاعة لون الشعر الاسود وهكذا هو هنا بس حبي يشرح لك هي حتة مش مهمة خالص يعني بس حبي يشرح لك ازاي الجين بيقوم بوظيفته لما بتيجي الصفات تتورس من جيل لجيل خلاص يا شباب طيب نكمل نكمل دلوقتي في جزء كده خاص بال science technology and society التكنولوجيا والمجتمع والعلوم والناس استفادوا ايه من علم الجينات دوت قال لي في حاجة اسمها genetic engineering او biotechnology التكنولوجيا الحيوية او الهندسة الوراثية دي العلماء بقوا يستخدموها لاغراض كتير جدا منها على سبيل المثال اني ال genetic engineering دي الهندسة الوراثية دي is one of the branches of modern genetics ده فرق من فروع الجينات او علم الوراثة الحديث and one of its most important applications وواحد من اعظم التطبيقات in the field of medical agriculture is the production of genetically modified rights يعني ايه الكلام دوت اللي واحد من اهم التطبيقات الطبية والزراعية للهندسة الوراثية هو انتاج الرز المعدل وراثية ايه ده؟ رز معدل وراثية diseases caused by malnutrition يعني ايه؟ قالني عشان يتغلبوا على الامراض اللي بتتسبب عن طريق اللي هي سوق التغذية فيه ناس بيبعندها سوق التغذية وبتعاني من امراض معينة بسبب حكاية الاكل انه ما بيكلش كويس او ما بيتغذاش كويس فعملوا رز معدل وراثية بحيث ان يديروا الفايدة اللي نقصاله في نقص التغذية اللي عنده او بسبب سوق التغذية اللي عنده انتفقنا؟ الويت دوت ده الرز العادي انما اليه ده او الgolden rice ده الرز الدهبي ده هو الـ genetically modified ده المعدل وراثية طب ايه الفرق ما بينهم وزي عدلوه قال لي بص يا سيدي around 500 thousand people 500 الف بني ادم كل سنة بيفقدوا حاسة الابسور بيفقد النظر بيع ما يعني طب ليه قال لي and this is due to وده بسبب نقص فيتامين اي الناس دي بتعاني من نقص في فيتامين اي عشان كده بيخسروا نظرهم او بيحصل لهم بلايندنس عمى طيب يعملوا ايه عشان يتغلبوا على الحكاية دي قال لي ان في فيتامين ايه دوت is one of the important element of nutrition واحد من اهم العناصر الغذائية whose deficiency leads to malnutrition ونقصه بيؤدي الى سوق تغذية الديفشانسي ان فيتامين اي النقص في فيتامين اي دوت is was spared in those who depend on eating rice انتشر ما بين الناس اللي بتعتمد على اكل الرز زي دول شرق اسيا اندونيسيا والصين وماليزيا وكوريا صح واليابان because rice doesn't contain برو فيتامين اي لاني الرز اللي عندهم ما فيهوش برو فيتامين اي مادة اسمها برو فيتامين اي او known as البرو فيتامين اي دي معروفة باسم كاروتين اسمها ايه كاروتين تمام او الكاروتين بالعربي يعني تمام المادة دي اللي هي الكاروتين دي هي السابستانس which is converted into vitamin A in the body والكاروتين دي مادة لما بتدخل الجسم بتتحول لفيتامين اي فيتامين الف يعني انتفقنا كده يبقى ثاني في ناس كتير بيحصل لها نقص في فيتامين اي بسبب ان هما depend on eating rice بيعتمدوا بشكل اساسي في التغذية بتاعتهم على الرز والرز ما فيهوش برو فيتامين اي او المادة اللي اسمها الكاروتين اللي بتدخل الجسم وبعد كده تتحول لفيتامين اي فطالما الكاروتين ما دخلش الجسم يبقى مفيش في الجسم فيتامين اي طب يعملوا ايه؟ هيعدلوا الرز ده ويحطوا جواه برو فيتامين اي اللي مادة اللي اسمها الكاروتين علشان لما الناس تاكلوا يتحول جوا جسمهم لفيتامين اي ويبقى كده عوض لهم النقص اللي حصل صح كده؟ جميل جدا حل المشكلة دي حل المشكلة دي هيتم بان هما ينتجوا رز في برو فيتامين اي تبدأ حصل ازاي؟ ان هما عملوا وضعوا جينز الجينات اللي بانتج عنها تخليق البرو فيتامين اي داخل الانسجة الحية ذات ستور ستارش انزا بلانت جرينز اللي بتخزن اللي ستارش داخل الجسم اتفقنا يبقى حطوا جواه الرز دوت جينات الجينات دي مسؤولة على انها اول ما تدخل الجسم تخلي البرو فيتامين اي يطلع طب لو البرو فيتامين اي خرج من الرز ها اللي ساعتها بقى يبقى سهل ان الجسم يبقى فيه فيتامين اي هيتحول لفيتامين اي بشكل بشكل مباشر نلخص بقى الخطوات دي تاني اللي اللي يحصل بعد كده طيب لما نحط الجينات اللي فيها الكاروتين داخل الانسجة داخل الرز والرز اللي يدخل الجسم هيتحول بعد كده فيتامين اي صح كده ويبقى كده اللي هم عملوها علشان يتغلبوا على المشكلة دي لحد دلوقتي يا شباب في حد عنده مشكلة في الشر انا بدردش معك واحنا بنحكي قصة اتفقنا نكمل تعال هيجي هنا يا شباب يسألك سؤال يقول لك ايه هي الاساس العلمي لانتاج رز في كاروتين هتشرح له قصة من اول هتقول له ان ايه اللي هو المحاصيل بتاعة الرز عن طريق وضع جينات ذات مسؤولة عن تخليق البرو فيتامين اي داخل الرز وبعد كده تتحول لفيتامين اي دلوقتي فيه لايف أبليكيشن برضو على الجزء ده اللي هو الهيومان جينوم بروجيكت اللي هو الجينوم البشري مشروع الجينوم البشري دوت مشروع بدأ في التسعينات وكان الهدف منه انهم يعرفوا كل الجينات اللي موجودة في جسم الانسان وكل جين مسؤول عن ظهور ان يصفها بالضبط انتفقنا كده قال لي this project started in October 1990 1990 وكان الهدف منه ان احنا نعرف الجينات اللي في الجسم البشري شكلها ايه وكل جين مسؤول عن ايه بالضبط ايه هو الجينوم او الهيومان جينوم قال لي هي خريطة وراسية اللي بتوضح المجموعة الكاملة للجينات that are present on human chromosomes اللي موجودة على الكروموسومز البشرية اتفقنا طيب اهداف المشروع this project started in بدأ في التاريخ ده to obtain a detailed very precise map عشان يديني خريطة دقيقة ومفصلة for the sequence of nitrogenous spaces عن ال nitrogenous spaces اللي هي الأجزاء اللي اسمع nucleotides لو تفتكروا دي بيبقى جواها حاجة اسمها nitrogenous spaces 2p able 2 المهم احنا عملنا القصة دي ليه او المشروع ده ليه 2 عشان عد معي determination all human inheriting factors تحديد كل العوامل الوراثية للجينات and identification والتعرف على العديد من الوظائف الوراثية في جسم الإنسان identification the genes responsible for various diseases التعرف على الجينات المسؤولة عن عدة أمراض like cancer زي الجينات المسؤولة عن حدوث مرض السرطان أو الديابيتس اللي هو السكري أو ال vascular diseases الأمراض بتاع الاوعية الدموية أو ال mental diseases الأمراض العقلية كمان identification the various mutations on the function of the gene يتعرفوا على mutations الحيود أو التفارات اللي بتحصل في وظائف الجينات حاجة شاذة كده حصلت يعرفوا يا حصلت ليه understanding the human biology فهم الحيوية أو الأحياء بتاع الجسم الإنسان and identify the single differences والتعرف على الفروق الفردية in the genome between one person and another ما بين شخص وشخص تمام كده عرفنا أهداف المشروع طيب إيه هي resultants of project إيه هي النتائج بتاعة المشروع this project showed the similarity of human is more than 99% الدراسة دي وضحت إن في تشابه في الجينات البشرية بنسبة 99% from the sequence of nucleotides Nucleotides of DNA therefore the single differences in human الاختلافات الفردية اللي بتحصل في البشر زي color eye or color of skin or height and other traits from a very small percentage of the sequence يعني إحنا متشابهين في الجينات بتاعتنا بنسبة 99% والاختلافات اللي ما بيننا دي جات نتيجة نسبة صغيرة جدا من اختلاف السيكونس بتاع الـ DNA يعني 1% من الاختلافات دي أو 1% من الاختلاف اللي موجود في ترتيب الـ DNA ما بيننا هو اللي عمل الاختلافات العظيمة اللي ما بيننا دي تمام؟ قال لي despite of the small percentage وبالرغم من ان النسبة دي صغيرة of these differences وبتعمل الاختلافات دي they affect to great extent the acceptance of individual 2 إلا إنها بتوضح لي أو بتأثر على نسبة كبيرة جدا من الأفراد في تركبته إزاي قال لي مثلا the harmful environmental effects المؤثرات البيئية الدارة أو الأثار البيئية الدارة زي البكتيريا والفيروس والبوازنز اللي هي السموم والكيميكالز كل ده بيأثر برضه على تركيبة جسمنا الأدوية وبعض طرق العلاج أو العديد من طرق العلاج برضو لها تأثير علينا ولكن التأثير بتاع التغيير السيكوينز بتاع اللي فدي إن إيه؟ دوت الأكثر شهرة هو ده اللي مخلي فيه اختلافات ما بين البناء المين وبعضه انتفقنا يا شباب حد دلوقتي في مشكلة جميل جدا تعالوا نكمل مع بعض والحد هنا يا شباب هكون حلقتنا خلصت ونكون خلصنا اشوفكم إن شاء الله على خير هستنىكم التابعون على صفحاتنا على الفيسبوك هتلاقي اللينك في الدسكريبشن بتاع الفيديو تحت وكمان هتلاقي اللينك للجروب تقدروا تشتركوا فيه وما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على زر الجرس وتضغط لايك للحلقة لعجبتك وكمان ما تنساش تسيب لنا كومنتس بإجاباتك على خير في يونت فور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته